تحية لكم ومشاهدكم الكرام كانت في السويداء أو في بقية سوريا والعالم هذه تحية طبعا لهؤلاء الشباب والشابات في صاحات السويداء الذين أعطوا الآن صورة حضارية عن الشعب السوري الذي حاول الآخرون تدفير تلك الصورة الحضارية الآن حاول الشعب السويداء أن يوصلوا تلك الرسالة بأننا شعب حضاري شعب يحب الحرية شعب يحب الحياة شعب حيوي أنتجت ثقافة والموسيقى والحب شعب مسالم يريد الخير لكل شعوب المنطقة هذا ما على الأقل الرسالة التي وصلت إلى السوريين وإلى العالم أجمع الذي تجاهل ما طلبه السوريون في حراكهم المدني المستقل الذي يطالب بالحرية أعتقد الآن بأن الحراك وصل إلى حالة أكثر تنظيم وأكثر وضوح فقد لحظنا مجموعة النقابات والمهنية التي صارت تدخل إلى الساحات وهذا يؤدي نظام أسد كثيرا عندما تخرج النقابات نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء والمعلمين وما إلى ذلك والمحامين أيضا وكثير من النقابات وهم لحظنا أيضا الكتاب والفنانين ولحظنا أيضا الهياة الصناعية والتجار كل ذلك مع شرائح المجتمع المختلفة من السيدات إلى الشباب إلى رجال الدين إلى كبار العمر والسياسيين القدامة من أهالي القرى وأهالي المدينة هذه الشرائح المختلفة التي تعبر عن روح المجتمع ليس في السويدة فحسب روح المجتمع السوري هذه هي الصورة الناصعة للمجتمع السوري الحقيقي وليس الصورة التي حاولوا توريدها خلال السنوات الماضية بأننا مجتمع متطرف ومجتمع لا يحب الحياة ومجتمع يدعو إلى الموت وإلى الانتقام لا نحن ندعو إلى الحرية والحب أعتقد الآن بأن التظاهرات برسائلها وخاصة هذا يعني كلام الشيخ حكمة الهجر قبل يومين والبيان الذي أطلقه هو صورة أيضا حضارية بأن أيضا لدينا رجال الدين يمكن أن يطلقون رسائل محبة إلى شعوب العالم وأيضا إلحاح وتغطية بأن هذا الحراك المدني ومحق لمطالب هذا الشعب وأيضا بيان صدر اليوم عن الهيئة السياسية في السويدة الهيئة السياسية العمل الوطني التي أيضا تأسست من مجمل الأحزاب والناشطين في السويدة وشخصيات سياسية قديمة وحديثة ومن الشباب بالتنسيق أيضا والتشاور مع الشيخ حكمة تاجري هذا البيان أيضا مهم أشار بأن الحراك مستمر ويتجع إلى أكثر تنظيمة ويخاطب الدول العربية كما بيان الشيخ حكمة ودول العالم للالتفات إلى قراراتها الدولية لتطبيقها وتخليص السوريين من عصف الاستبداد ومن هذا القمع الذي طال حياتهم اليومية أطفالا وشبابا ونساء أعتقد الآن بأن هذا الحراك وهذه الصورة الزاهية فقط ربما هذا حقيقة الآن أن ابتعاد وسائل الألام قليلا بسبب الأحداث التي تجري في غزة وهناك ابتعاد عن نقل هذه الصورة لكن تبقى وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة طبعا إلى صوتكم من هذا التلفزيون لتبقى أيضا أصوات مهمة لتوصل رسائل السوريين الذين غابوا الآن عن المشهد العالمي بسبب الأحداث وهذه الأحداث التي دائما يستفيد منها الضبطة لتخدمه أعتقد بأن الحراك مع رسالة حقيقية حيوية ما زالت تتبلور وتتألق وهي تزداد أيضا وضوحا ويزداد أهل السويداء ثقة بأنفسهم بأنهم قادرين على إيصال صوت الشعب السوري كله وليس صوت السويداء نعم سيد حافظ بضوء المعطيات الآتية الذكر إن كان بالمشاركة من شرائح واسعة ومختلفة في هذه التظاهرات السلمية وكما الشيخ حكمة الهجري خلال بيان أشهد برقي هذه الاحتجاجات إذن هل ستحقق أو إلى أي مدى سوف تحقق هذه التظاهرات السلمية الهدف المنشود؟ بالتأكيد لا تستطيع محافظة لوحدها أن تغير نظام ما زال متمترس في العاصمة ومازالت هناك قوى دولية تدعمه وحاول أيضا إعادة تأهيله عربيا ببعض الدول وأيضا دوليا من خلال تغييبه عن الأعلام وعن ساحة الفعل السياسي حتى أن المعارضة السورية تراوح مكانها وهي أصبحت شخصيات تدافع عن مغانمها ومصالحها أن كان الاتلاف أو حكومته المؤقتة وبعض ما أنتج عنها لذلك أعتقد أن هذا الحراك هو الحامل الأساسي الآن لأي تحرك قد يؤتي ثمره للشعب السوري ننتظر من أخوتنا في بقية المحافظات وخاصة المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الأسد لأن تتحرك لأن الأزمة السورية ممتدة على الأرض السورية وخاصة إن كان في العاصمة دمشق أو حلب أو في الساحل لا يكفي التفرج على محافظة ما زالت تهتف باسم السوريين السويداء مستمرة وكما قال الشيخ حكمة طال الزمن نحن مستمرون على هذه المطالب المحقة لكن بالتأكيد نحتاج إلى غطاء عربي إلى غطاء أقليمي إلى غطاء دولي نحتاج أيضا إلى أخوتنا السوريين لكي ينهضوا معنا لكي نخلص من هذا الاستبداد وهذه المرحلة السوداء من التاريخ السوري ويعود الحب إلى شوارع سورية وتعود الحرية ويعود السوريون الذين تهجروا قسرا من بلادهم أن يزرعوا الأمل في شوارع مدنهم أعتقد بأننا الآن هذه المحافظة بالتأكيد لن تغير نظام عائل لكنها على الأخير وضعته على المحاكل ووصلت رسالة إلى العالم العربي بالأساس بأنه لا يمكن تأهيل مجرم حرب ولا يمكن تأهيل تاجر مخدرات ولا يمكن للسوريين أن يقبلوا هذا المستوى الوضيع من أن يحكمهم يحتاج سوريا إلى رجال دولة حقيقيين إلى شخصيات قادرة ومقتدرة والمجتمع السوري غني بهذه الشخصيات من شمال شرق سوريا إلى جنوبها بكل مكان بسوريا ويوجد شخصيات والعشرات من الشخصيات التي يمكن أن تقود سوريا إلى النور وإلى الحرية وإلى الثقافة التي نعتز بها وإلى أيضا أن نواكب الحضارة العالمية لذلك رسالة السويداء مهمة من هذا الباب ومهمة أيضا كما أنتم على هذا الشاشة التلفزيون أن نظر بأن حتى المرأة السورية مكرمة وحتى السيدة السورية تستطيع أن تنجز وتستطيع أن تكون مظاهرة وتستطيع أن يكون لها قرار حر ومستقل وتستطيع أن تؤثر في المجتمع وليست هي فقط أن تؤثر في الأسرة بل في المجتمع ككل وعلى هذا الوجه الحضاري لهذه التظاهرات وتلك اللوحات التي تحمل بيد النساء حتى أخصان الزيتون حتى الصور وحتى صور المعتقلين وحتى الحمام الذي حملوه اليوم طيروه في الساحات حتى البلونات الإيد كل ذلك رسائل مهمة إلى العالم مع التركيز على أننا مجتمع ما زال قادر أن يولد كل لحظة أسباب جديدة للتظاهر حتى يصل إلى مبتغاه الكاتب الصحفي السيد حافظ قرقود كنت معي من سوكولم أشكرك جزيلا شكرا على كل ما تفضلت به وعلى مداخلتك معنا ترجمة نانسي قنقر